أخينا الكريم عبد الحميد من الجزائر سؤاله الثاني يقول أمي على قيد الحياة هنيئا لك بوجود أمك والله لا زالت البركة موجودة معكم فأحمدوا الله واعتنوا بها قال وَأَيَا مُحَافِظَةٌ عَلَيَ الصَّلَاةٌ وَلَكِنَّهَا لَا تُمْسِكُ لا بس نتكلم بصراحة لا تمسك البول لا بس تتوضى تتوضى بعد دخول الوقت يعني ما تتوضى قبل دخول الوقت هذا يسمى السلس يعني بعد أن يدخل وقت المغرب تتوضى ثم بعد أن تنتهي من الوضوء تضع لها شيئا يعني من الحفاظة أو إلى آخر وتصلي إذا جاء وقت صلاة العشاء تتوضى من جديد تتوضى لكل صلاة وضوء العادي لو كانت في أثناء الصلاة ينزل منها شيء بعد ما توضأت لا شيء عليها صلاتها صحيحة نادمت أنها قد توضأت بعد دخول الوقت ويعني بعد أن انتهت من الوضوء وضعت شيئا يحافظ على ما يخرج منها حفاظا أو كذا شيء يحفظه ثم تصلي شعرت وهي في أثناء الصلاة أن شيئا يحضر ينزل لا شيء عليها صلاتها صحيحة بارك الله فيكم وهنيئا لكم أمكم أنها موجودة وبارك الله في همتها 98 سنة أو 100 سنة وهي لزالت محافظة على صلاتها هذه نعمة من الله عز وجل بارك الله فيها